في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسياً ومسا والفرق فحبنا للأهل إنه في نفسنا لو تلقى اسأل عالأهل وقضلهم هيقول لك واسع للعقل وكفاياً عالأهل من الأهل ضغطوا من أول الصد الأهل كيان ومكان بالقلب وعشة عم الأهل في كل زمان نادي الشياطين الحم أهلاً بحضراتكم الجديد ويا رب يعني يكتر أفراحنا بسم الله ما شاء الله يعني دي كانت أول بطولة أو أول لعبة تدخل بطولة هذا الموسم كانت بطولة عربية الأندلة العربية كانت تنس التاولة والحمد لله أخر بطولة داخلت الموسم كانت أيضاً تنس التاولة حد الكلمة لكابتن أشرف نشكر كل بقى السهمه في هذا الإنجاز وكمان اللي مكروش معنا طبعاً أنا لايقاً بشكر الجهاز التاني كله في عمد الأهلي الجهاز الإلياري والطلبي بتاع تنس التاولة يعني طبعاً مجلس الإدارة كان دايماً في دارنا وكان دايماً بيلبلنا كل طلباتنا وحاجاتنا بدأ المشوار معنا الكابتن أوف عبدالقادر المدير النشاط الرياضي بدعمه لنا وانتهى الموسم بوجود الكابتن خالد العوضي الحمد لله كلهم كانوا وقفين معنا وربنا أكرمنا بالبطولات اللي احنا شاركنا فيها وإن شاء الله ربنا يكرمنا وكلنا نبقى مواجودين مع بعض تاني السنة الجاية ونحقق متائج أحسن وأحسن وبقول مشاكلين لكل الفرق كل الولاد وكل البنات وربنا يكرمنا في البيئة إن شاء الله طب أنا بسرعة كده أبنا نختم برضو يعني أهلين أكيد لهم دور كبير ولازم نذكرهم سريعاً كده فريدة صارة كل واحد يقول كلمة سريعة كده بكام سانية لأسرته البابا الممتو سريعاً كده يعني أكيد أحب أشكر أهلي اللي صندوني عطول طول مشواري وهيبدال وقفين جنبي عطول وإخواتي والعيلة كلها يا رب يا رب صارة طبعاً بحيث بأشكر ألسي برضو كل الناس اللي هوي في الجامدي بحيث بأشكر كابتان عازل وكابتان أحمد وكابتان عيسان كل المدربين اللي كانوا معنا وحياهما بذر ومجهود كبير جداً طبعاً معنا والفضل يرجاع لهم بشكر هبوا بالترجم بشكر طبعاً الجهاز الفني كله والعيبة ومجلس الإدارة طبعاً بشكر طبعاً والدي وإخوتي والدتي طبعاً الحمد لله عشكر مجلس الادارة والجهاز الفني والعيبة كلها بصراحة محدش أثر وإن شاء الله دايماً اهل ركام و Brother بشكر طبعاً عيلتي ووالديتي ووالدي الله يرحمه طبعاً LaramO لا خلي بقى المايت معاك كابتن عادل معاك. المايت بتاعه. انا بشكر اللاعبها كلهم. لان بصراحة يعني هم تعبوا معانا وكلنا بنضغط عليهم. وارجو ان هم هي يعني هي سامحوني وكت بتعصب عليهم كتير. وكت بس تعجلهم في البطولة. واشكر طبعا كابتن اشرف ومجلس الادارة وكابتن خالد وكابتن رؤوف. بصراحة يعني كنا وقفين معانا وبمهور كان بسندنا على طول وبنشكرهم يعني وان شاء الله بنوعدهم احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كتن سيدي اللي هنبك. ماشي نبش على هناك مبالي هناك. شكرا لكله. اه 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 نقصك توجه. طب عيده يعني شريعا. اسرع منك. اكسرع. شكرا. اكيد كل ادارة الاهلي وكابتن عادل دايما يقول لنا الله يكرمك. بسرعة الله يكرمك. يلا اي حاجة الله يكرمك. الحمد لأن ربنا كرمنا وأكيد بشكر مامتي وبابايا وعيلتي كلها لأنهم السبب في كرم ربنا لي في أي حاجة في حياتي ربنا وفاية رب كابتر أشرف سريعاً كده معاك معاك طبعاً بشكر مجلس الزهر لكابتر محمود قائد بتاعهم واللي بيعلمنا الروح اللي احنا كنت نتكلم عليها وبشكر طبعاً كابتر ناشرف ومجلس الزهر كله والجهاز وانا نسيت بس دكتور فسام وكابتر محمود اللي أخا واشهر العيلة كلها طبعاً وابني عبد الرحمن وعبد الملك عشان نتجي أجبها كبيراً كابتر سريعاً ساني الديني ساعة تجلسة كتباً خلاحة اللي مقدمة لكابتر أعمال سريعاً طبعاً بنشكر كلنا مجلس الإدارة والإدارة النشاط الرياضي وبشكر خبتر أشرف واللعيبة اللي تابوا معنا النوسم ده وطبعاً زوجتي وأولادي وأخواتي كلهم وقفوا بورايا وكابتر عمر عامل يعني شكراً بشكروا يا مجلس الإدارة عنادي وجهاز الفني وبابا يا عكيد ومندتي ومدردي في الشوك كمان سيد شريعاً بعد في الوقت يالله بينا طبعاً المجلس الإدارة بكابتر محمود وأهلي كلهم طبعاً الجهاز الفني من كابتر أشرف اللي أصغر مندر الموجود عندنا بالإداريين كلهم وبطول يعني وكل الناس وطبعاً يعني أهم عضو في الموضوع في النادي الأهلي بمهور النادلة طبعاً طبعاً شكراً لكم جداً على دعمكم لنا في كل وقت طبعاً لحقك يا كابتر ويا رب نقدر ساعدنا حقك يا كابتر يلا بينا نحط على التورتة تقليتنا لكابتر سيد يا كابتر دعاني يلا بينا كابتر يلا بينا كابتر يلا بينا كابتر يلا بينا كده ألف مبروك ألف ألف منهم مبروك أعزائي المشاهدين طبعاً بنشكر أبطالنا أبطال فيمس الطاولة وكنا حارسين يكونوا معانا عشان نوري حضركم الكواليس وإن المكسب ما بيجيش من فراغ بشكركم شكراً جزيلاً وحسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة وانتظرونا في حلقة جديدة مابغنيني أعزائي المشاهدين بما عشتك قم